بالمناسبة هو لو المطش الجاي بالمناسبة برضو لان دي حاجة مهمة خليني اقولها لحضراتكم مرة واحدة محمد الشناوي يعاني من شد خفيف شد خفيف جدا في العضلة الخلفية ان شاء الله مش عايز اقول وقت عشان انا عارف الكلام بيتاخد على طول لكن انا مش عايز اقول وقت ولكن هو شد خفيف في العضلة الخلفية كلعيب كورة انا ما عنديش معلومة بالوقت ولكن كلعيب كورة بقول لحضرتك انه ما ياخدش اربع خمسة ايام يمكن اقل كلعيب كورة مش كطبيب ولا كاي حاجة ولا كمعلومة ولا اي حاجة خالص محمد الشناوي وحمدي فتحي نفس الكلام عنده شد خفيف في العضلة الضمة شد خفيف في العضلة الضمة برضو اربع خمسة ايام بالكتير ان شاء الله لو ما لحقوش ماتش منتخبنا الوطني القادم ان شاء الله يلحقوا اللي بعده بمناسبة يعني نحن نتكلم عن محمد الشناوي وعن حمدي فتحي الحمد لله الاتنين وده برضو برضو ممكن ناخد الكلام ده من على لسان الكابتن سيد عبد الحفيز انا كلمت الكابتن سيد عبد الحفيز قبل الحلقة وقال لي ان هو كان لسه قافل معاهم برضو الحقيقة يعني بنتأكد من كذا حد يعني فقال لي ان هو شد خفيف بالنسبة للشناوي وشد خفيف بالنسبة لحمدي فتحي حياخد وقت ادي ايه ما قاليش الحقيقة برضو لكن انا بتكلم كواحد لعب كرة يعني قبل كده فما اقدر اقول لحضرتك الخلفية الشد الخفيف يعني ثلاث اربع تيام يعني خمس تيام ها كده حمدي فتحي شد في الضمة خفيف خفيف جدا يعني زي ما انا سمعت برضو نفس الوقت نفس المدة فان شاء الله ان شاء الله لو ما لحقوش ماتش المغرب القادم منتخب المغرب ان شاء الله لو ربنا قدر لنا وكملنا للبطولة او قبل النهائي وبعد كده النهائي ان شاء الله يلحقوا المباريات اللي بعد كده هل ممكن يلحقوا ماتش المغرب ولا لأ يعني مش دي مش بتاعتي ما اقدرش اجاوب عليها الحقيقة لانه زي ما قلت لحضرتك يعني تأكدنا من كذا مصدر من المجموعة اللي موجودة هناك وعرفنا ان الحمد لله الحمد لله الاتنين شد خفيف جدا وكابتن سان عبد الحفيز اكد لي هذا الكلام وقال لي ان لسه قافل معاهم اسلام والاتنين شد خفيف الحمد لله والشكر لله ما قال ليش وقت لانه ما سألش الحقيقة لانه هما طبعا لسه ما عملوش الاشاعة كانوا لسه مخلصين المباراة يعني لسه كذا خطوة يجب ان يتم اتخاذها ولكن دكتور ابو العيلة بيبقى حاسس كده بقديل اول ايه الموضوع يعني فان شاء الله ان شاء الله الشناوي وحمد فتحي يبقوا ان شاء الله لو ما لحقوش مبارات منتخبنا الوطني القادمة امام منتخب المغرب يلحقوا المباراة اللي بعدها ان شاء الله لو وصلنا للدور قبل النهائي ده بالنسبة لحمد فتحي ومحمد الشناوي